أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين الحاجة إلى بذل المزيد لحماية المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة ورحب بلينكين خلال زيارة إلى نيودالهي بموافقة إسرائيل على لزوم هدنة يومية في حربها مع حركة حماس في القطاع لسماح بخروج السكان من شماله معتبر أنه تم إحراز بعض التقدم تجربة اشتركوا في القطاع